اشتركوا في القناة 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 اسهمت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المجاورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإننا اشتركوا في القناة رحمه الله اشتركوا في القناة ومن القناة الشعب اشتركوا في القناة 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 من تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئت من أجلها بما يحفظ الحريات الدينية بعيدا عن المزايدات وبما يحفظ على الناس كرامتهم ويحفظ على الوطن أمنه واستقراره وكذلك يحفظ عليه قيمه وتقاليده الطيبة الضاربة في أرضه مع جذور نخله وشجره والتي تسير بها سفنه وأشرعته وربانه وبما يضمن للبحرين سلمها وسلامها وسلامتها شاكرين ومقدرين ومعتزين بحرص جلالتكم على حماية الأديان والمذاهب وصون الحريات والشعائر بما يظهر للعيان ما تتمتع به البحرين تحت ظل جلالتكم حفظكم الله ورعاكم من الحريات الدينية الواسعة القائمة على التضامن بينكم وبين شعبكم تضامنا يكفل الحريات والإطمئنان للشعائر الدينية كما يكفل المحافظة على القانون والنظام العام في صورة حضارية رائعة يؤطرها تثمين هذه الحريات وتقدير المسئولية في المحافظة عليها مما يجعل البحرين أنموذجا فريدا في الحريات والتعايش فلكم منا يا صاحب الجلالة خالص الشكر والتقدير والعرفان مقرونا بالعهد على أن نواصل المسيرة مع جلالتكم في العمل على حفظ القيم الطيبة لهذا المجتمع وسلامته وحفظ مؤسساته صاحب الجلالة وإن أطلت عليكم إن الإنجازات والنقلة النوعية لوطننا على مختلف الأصعدة والأوجه وما تشهده مملكتنا الغالية من نهضة وتطور مستمر على مستوى التنمية الشاملة لم تكن لتتحقق إلا بفضل توجيهاتكم وقيادتكم الحكيمة وفقكم الله ورعاكم وإننا إذ نثمن عاليا يا صاحب الجلالة توجيهاتكم السامية التي تلامس حاجات الناس ومتطلبات التنمية والعمران في مملكة البحرين لنأمل في أن تنعكس تلك الحركة التنموية والعمرانية من تخطيط وتوسيع وتجديد على تحقيق حاجات ومتطلبات منطقة جدحفص وآليها وكذلك المناطق المجاورة ضمن مشاريع صحية وتعليمية واجتماعية وثقافية ورياضية متكاملة إذ إن هذه المنطقة نتيجة للنمو الطبيعي بحاجة ماسة إلى تطوير البنية التحتية وبناء سوق جدحفص الذي يقصده المواطنون والمقيمون من كل أرجاء المملكة والتوسع في المشروعات الإسكانية والتعليمية ودعم الحركة الثقافية والرياضية الشبابية في المنطقة لاحتواء النشئ والشباب وتوجيه طاقاتهم واستثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة وإننا يا صاحب الجلالة لنضع أيدينا بيد جلالتكم مع كل المخلصين من أبناء هذا الوطن العزيز لاستمرار التطور والازدهار ولتجاوز كل العقبات والمحن من أجل ازدهار البحرين داعمين جميع خطواتكم المباركة لحفظ أمن وسلامة البحرين وأهلها سائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالتكم ويؤيدكم ويسدد خطاكم ويحفظ مملكة البحرين عزيزة معطاءة أبية ترهل في أثواب العافية والرخاء والنماء والأمن والأمان والاستقرار في ظل جلالتكم رعاكم الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلقي السيد أحسين علي خلف قصيدة بعنوان ملك القلوب السلام عليكم سعي إلى الملك المنير بقلبه سعي إلى الملك المنير بقلبه فقصائدي ترقى النجوم بقربه والشعر يسمو حين يأتي مادحا لجلالة الملك المنيع بشعبه ملك القلوب محبة ومهابة كل يدين إلى علاه بحسبه فالناس إما ناهل من بحره أو غارق ومتيم في حبه ورث المعالي كابرا عن كابر لكن ما إحسانه من كسبه قد نال من شم الجدود حمية شرفت به وتأصلت في صلبه خلق الكرام ونجدة عربية صانته من كبر الغرور وعيبه يا فارسا عزم العروبة خيله والخيل ما وجدت له من مشبه يسعى له خيل الكحيلة واثقا يختال في عدو الطراد وخبه فهو المجل في ميادين العلا سبق كما يهوي الفضاء بشهبه لما رأته العاديات توسمت فيه شمائل فارس متنبه المجد حمل في ركاء بجوده والفخر يمشي صاغرا في ركبه والخير والآمال من أسمائه ومكارم الأخلاق أخلص صحبه والصفح والإقدام ملء فؤاده والبشر والإنعام بكرة صوبه كفاه نبع للمكارم والندى والجود ينهل من عظيم مصبه حمد حمد وأحرفه الثلاثة قصة تروى من الشرق القصي لغربه عن حاكم جعل المحال حقيقة وأفاء فوق الناس هاطل سحبه جد حفص جاءت والولاء دليلها لقيادة الوطن العظيم وقطبه ما زال فيها من فخار زيارة منها ابتدى عهد الرخاء بدربه عشرين عاما لا يزال حديثنا عن ذلك الصبح البهي وعجبه عن مجلس فيه المليك محدث شيخي سليمان الحكيم بجنبه وأتاك هذا اليوم هدهده الذي يروي القصائد من حشاشة لبه ما زال صوتك ماثلا في سمعه وندي مسكك عالقا في ثوبه حدثتنا عن رؤية العهد الذي يحيى الجميع منعما في رحبه وبأن دين الله أس نظامنا ينصاع دستور البلاد لكتبه ميثاقنا يحكي عن الأصل الذي أعرافنا مأخودة من عربه علمتنا أن البلاد لواءنا لا ينحني في سلمه أو حربه وجرى هنالك نبع جودك صافيا للناس تغرف من مناهل عذبه ومشيت تبتكر الحضارة أمة تخطو على شوك الطريق وصعبه فجعلت للوطن الكريم مكانة تتطلع الزعماء شاهق كعبه تعب الزمان ولم تزل متوثبا قد أعجز الدهر العنيد بوثبه لو أجدبت أرض السخاء وأمحلت لسعت إليه لسعت إليه مع السخاء لندبه إيهن أبا سلمان كل كريمة من طيب ديمته وطيب سكبه ما حيرت جسم البلاد عظيمة إلا اهتدى لعلاجها في طبه درع لمملكة الكرام ولامة وخطيبه الفد المفصيح وخطيبه الفد الفصيح بخطبه وأريتنا البحرين حقلا مثمرا نسقيه من ماء العروق لخصبه جئنا نجدد بيعة معقودة في القلب من قبل احتفاءة نصبه جد حفص ما زالت على العهد الذي بذرت عليه وازدهت في تربه والنهج من ماضي السنين تصونه صون المزارع في الحقول لعشبه ودعاؤها أن يحفظ الله الذي أنا دعاها في الخطوب تلبه ملك أعز الله بيرق حكمه وبلادنا البحرين قد عزت به فاحفظه يا رب العباد لشعبه وأدمه منصورا وأدمه منصورا براية ربه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة القصيدة التالية لسعادة السيد محمد هادي الحلواشي وهي بعنوان ألق القوافي وفاؤك علم الشعر الوفاء وفاؤك علم الشعر الوفاء وذكرك ألهم الشعر الغناء فغنى الشعر باسمك قافيات تكاد تشع من ألق ضياء تميس على القصائد حين تلقى بحضرتكم وتشمخ كبرياء تميس على القصائد حين تلقى بحضرتكم وتشمخ كبرياء إليك إليك لا لسواك تشدو وترسله صباحا أو مساء معانيك الجميلة زينته فكنت لنور أحرفه ذكاء تحبك يا أبا سلمان حبا يجنبها التلكؤ والخواء تحبك يا أبا سلمان حبا يجنبها التلكؤ والخواء لذلك كلما أنشدت شعرا ذكرتكم ابتداء وانتهاء ولست أعيد قافيتي لعجز ولكني أرددها احتفاء وأجلوها مزينة المعاني لتبلغ في معانيها السماء وكي تمتد في فلك المعالي وتجتاز المفاوز والفضاء تحركت الحروف إليك شوقا فكان نمير وابلها سناء وجاءتك القصائد وهي جذلا تضوّع باسمكم حاء وباء وجاءتك القصائد وهي جذلا تضوّع باسمكم حاء وباء تنث ندا وتعبق أمنيات وتنشر بين أحرفها الدعاء كعطر الورد تعبق بالغوال بذكرك بل وتزدهر ارتواء لها وقع يحرّك كل قلب وإيقاع يثبتها انتماء فرب قصيدة بلغت مراما به أقوى الكمات لقاع ناء وكم من بيت قافية تساما وبثّ بعمق أحرفه الإخاء وكم من كلمة بثّت ودادا وكم من كلمة نضحت صفاء وكم من كلمة أحيت مواتا كغيث جاد بعد الجد بماء وخير الشعر قافية تغني بحب الناس صدقا للدعاء وخير الشعر قافية تغني بحب الناس صدقا للدعاء وخير الشعر تجربة وفكر ورأي لا يبثّ الإزدراء وأيم الله بعض الشعر سحر ووحي عند قائله تراء كذلك أنت يا ألق القوافي رددت لروح قافية الرجاء وأحييت الحروف بها وكانت تكاد تبين أو ترد الفناء فآثرت العطاء وكنت غيثا لها حتى تعيد الاستواء بكم لاذت فكنت لها ملاذا غدات البعض ناصبها العداء بكم لاذت فكنت لها ملاذا غدات البعض ناصبها العداء فجادت بالجميل من المعاني فجودك علّم الشعر العطاء وعاد الشعر باسمك وهو يزهو يغرّد في رحابك كيف شاء فيا عجبا متنحنت الرواسي متل جلمود أبدى الإنحناء وهل غيث السماء يخاف شحا وفيض سحابه يروي الضماء فإن البحر مهما استنزفوني أكاد أفيض بالشعر امتلاء فإن البحر مهما استنزفوني أكاد أفيض بالشعر امتلاء أغيب ولا أغيب لأن شعري بحبك قد أبى إلا البقاء أغيب ولا أغيب لأن شعري بحبك قد أبى إلا البقاء أتيتك والحروف تبث عطرا بأحلى الذكريات لكي تضاء فمن جد حفص أشرق نور شعر بحبك حين من طلق ابتداء ومن جد حفص أشرق نور شعر بحبك حين من طلق ابتداء وكيف هنالك الكلمات أضحت دليلا للذي بالشعر جاء فمنها استلهم الشعراء مني قصائدهم بحبكم اقتداء فمنها استلهم الشعراء مني قصائدهم بحبكم اقتداء وإن الخير كل الخير فيها فهم للداء قد عرفوا الدواء وإن الخير كل الخير فيها فهم للداء قد عرفوا الدواء ديار مودة وديار صدق سليمان الحكيم بها أفاء فتى لم يدخر للخير جهدا وكان لدعوة الحق النداء وسار على الطريقة غير باغ ولا عاد ونابذ من أساء بنفسي أنت بنفسي أنت والأبيات تبقى إذا لم تبدعيا والتواء ولم تتمح للكلمات زورا ولم تبد التكلف والرياء تقربني الحروف إليك زلفا إذا اتخذت من الخير اهتداء تقربني الحروف إليك زلفا إذا اتخذت من الخير اهتداء عرفتك في المواقف ظل عطف ضليل كان للوطن الوقاء لظلك يلجأ العاني إذا ما أنا خد دهرك الكله وناء أبن حان بمظلمة الليالي إذا أبدت بوحشتها الجفاء وشد أواصر القربة وأحيى ربيع الود والدرع الولاء بعيد الغور ذو نظر حديد بعيد الغور ذو بصر حديد يقرب بالتأني ما تناء بعيد الغور ذو بصر حديد يقرب بالتأني ما تناء بصير في دجل أزمات فذ أقام بحسن سيرته البناء وإن دارت رحى الأيام تلقى لبيبا رد بالرفق البلاء يقارع بالحجا إن غم أمر ويدرأ بالثبات الاعتداء وكنت لنا الحما لما ادلهمت خطوب الدهر فانتثرت هباء فدمت لنا ودام لنا لواء يرف بذكركم غينا وزاء ودام بظلكم وطن كريم بذلت لطيب تربته الدماء أفديه وأفدي ساكنيه وللبحرين ما أحلى الفداء أفديه وأفدي ساكنيه وللبحرين ما أحلى الفداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 وصياسا اشتركوا في القناة